أم شعي بن موريثان سؤالي يا شيخ هل يجوز للنساء الحضور في صلاة الجنازة وإذا لا فلماذا لا المراد أن تصلي على الجنازة نعم لكن الحضور بمعنى أن تذهب خلف الركب الذاهب بالجنازة إلى المقبرة وتحضر لا نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النساء وقد أقبلنا خلف الجنازة التفت إليهن وقال لهن ارجعنا مأزورات غير مأجورات أنتم في فعلكم هذا فلا يجوز للمرأة أن تذهب في ركاب الذاهبين إلى المقبرة ولكن تكتفي بالدعاء كلمة لماذا لعل والله أعلم المعنى أن المرأة شديدة العاطفة لو ذهبت إلى قبر أبيها وهي تراهم يوارونهم أو رأت قبر زوجها وهو يوارى يوارى أن يدخل في القبر أو أخيها إلى آخره لا تتمالك عاطفتها قوية والله عز وجل جعل في المرأة عاطفة عاطفة فطرية جبلت على العاطفة جبلت يعني خلق الله فيها قدراً هائلاً من العاطفة حتى تربي هذا الجليل حتى إذا خرج هذا الوليد ترعى وتحمي كم من بنت عاشت في بيت أهلها مدللة إذا أرادوا أن يقيموها من النوم يجدون صعوبة إلى أن تقوموا ما شاء الله هذه البنت المدللة المرفها المخدومة طيب تزوجت وبعدين أراد الله لا أن يأتي لها ولد والولد يا أو بنت ونوموه جنبها أول ما تزمع يقول واه استيقظت بسم الله ليه؟ هكذا أراد الله أن الله من رحمته أن جعل في هذه الأمة هذا القدر الهائل من العاطفة حتى ترحم هذا الجنين الذي يحتاج له ست سنوات سبع سنوات في رعاية متواصلة بينما بعض الحيوانات نشوفها يعني الوليد حقها بعد كم ساعة يقوم على نفسه أو يوم يومين وإذا به يعتمد على نفسه المهم هذه حكمة الله عز وجل ولا أريد أن أطيل في هذا الباب ترجمة نانسي قنقر